نشهد تبدل بعد لقاء اليوم الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي منا ننطر البيان اللي بده يصدر إذا بيشبه بيان مجموعة الدعم الدولي اللي قبل ما نفوض طلع يعني بعدنا بنفس اللي هو تكرار لنفس السامفونية بنكون أنه الملف اللبناني لازاله معجل في تلويح بعقوبات معينة ممكن نشهد يعني إذا طال أمد العدم الدعوي أو تسكير مجلس النواب عقوبات نضمنه على الرئيس بري هذه كراءة خطأ لأنه الخارجي بيعرف فرض عقوبات على رئيس بري معناتها الذهاب إلى مشكل كبير مشكل كبير معمي لأنه رئيس بري هو رئيس مجلس النواب وأي تسويه بده تحصل اللي بده يسيله لهذه التسويه من خلال مجلس النواب ومن خلال تأليف الحكومة العرابي الأساسي لقاله حيكون رئيس بري فرض عقوبات على رئيس بري معناتها أخذ لبنان إلى مكان آخر وبالتالي أنه فينا ساعتنا نقول أنه ما فيه حل وما فيه تسويه للأزم اللبناني بطبيعة الحال الحديث عن انتخابات نيابية مبكرة قلتوا عندكم أنا هون أنه بلش التداول الخارجي بأنه هذا المجلس النيابي إذا أمكن دفعه إلى انتخاب رئيس بعد انتخاب رئيس جمهوري يجب أن يتم الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة ولكن السؤال على أي قانون إذا على القانون الحالي بيصير في تبدل قليل بموازين القوى أما إذا على قانون انتخاب جديد من المفيد الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة والاحتكام إلى رأي الشعب إذا أمكن الاحتكام إلى رأي الشعب كلام النائب رئيس مجلس النواب يؤكد أنه الاستعصاء قائم ويؤكد أنه كل الشبيبة عم بيقطعوا المرحلة بانتظار أن يتدخل الخارج ولكن خلينا أنا وإياك ننصحهم ونقلهم اختراع أزمي في لبنان ومحاولة بيعة للخارج بطل الخارج يبيع يشتري أزماتنا ليعطينا مال وحلول ما حدا يتوقع أنه الخارج يتدخل لحتى يعود يعوم هذه المنظومة وبالتالي ما حدا يتوقع أنه الخارج يتدخل على قاعدة أنه لبنان ذاهب إلى الخراب أو الانهيار لحظة يا شباب شوفوا ما نعملون